اشتركوا في القناة وبتدخل بطبيخنا وبنستخدمها غذى وبنستخدمها دواء اليوم بيستخدموها غذى لكن هي دواء هي صيدلية ربانية طبيعية يا سلام ترياق من الأمراض صيدلية الفقير المسكين اللي على باب الله علاج أجدادنا وكانت وكان كانوا يستخدموها وقاية من الأمراض والله والعدوى والله كانوا يستخدموها ضد العدوى الي هي الثوم فوائد الثوم فوائد جدا عظيمة جدا عظيمة بتقاوم الأمراض بتعزز جهاز المناعة في جسمنا الثوم فوائده جدا عظيمة للتخلص من المشاكل الكثيرة في أبدالنا ذكرنا أنه هو صيدلية ربانية طبيعية وهي صيدلية الفقراء لأنه بقاوم الالتهابات والبكتيريا والفطريات يا ناس هذا ولا الدواء وأيضا مسيل للدم مميع للدم الدورة الدومية بتمشي لسائر الجسم ما بتتخثر يعني ما في جلطة إذن بقينا من الجلطات والالتهابات وبيقاوم الالتهابات وينما كانت بالجلد وينما كانت بالجسم وينما كانت بأعضاء الجسم إذن الثوم صديق القلب وصديق الشرايين وبيفتح الشرايين الثوم فوائد جدا عظيمة حتى ضد الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية يلي بتآسوا من هذه المشاكل كلياتنا بنكبر كلياتنا بناكل دسم وكلياتنا معرضين للجلطة ننام وما نقوم إلا مجلوطين لكن الوقاية مثل أجدادنا زمان هي بالثوم تناول الثوم إذن ضد فطريات الفم واللسان والحلق مفيد جدا ضد التهابات الجيوب الأنفية حتى المزمنة وأيضا بقينا من عدوى الإنفليونزا وبيقاوم الإنفليونزا لأنه مضاد حيوي طبيعي وبيقاوم الأمراض وأيضا تناول الثوم ضد أمراض الشيخوخة وبيخفض الضغط كلكم تعرفوا إذا واحد ضغطه عالي بيقول لك خذ درس من الثوم في ناس تبلعوا لا يجوز بلع الثوم قطعوا كل معلبا هذه الطريقة الصحيحة من الثوم إذن بيخفض الضغط جدا مفيد للدورة الدموية وبقينا من الأمراض حتى التهابات الرئاتين والربو والسعال وبيخرج البلغم وضد التهابات الرئة يا سلام معقول إذا التزمنا كل يوم بدرسين من الثوم نهرسهم مع علبة لبن وناكلهم بالملعقة أو الثوم نهرسه ونضعه مثل السندويشة بدر درسين مع السلطة مع اللي بالدكية المهم دخل للجهاز الهضمي بالتالي هو بيستفيد منه فبالتالي إذن بيخلصنا من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية مسيل للدم إذن بيمنع تصلب الشرايين بمنع تصلب الشرايين بحد من الزكام إذن هو مطهر ضد التهابات المسالك البولية يعني حتى النساء اللي عندها التهابات ودائما لما تتناول الثوم بتحس إنه فيه سائل بينزل هذا بتتخلص من السموم حتى ضد التهابات المسالك البولية اللي عندهم حرقة وداما عنده التهاب وآلام في أسفل البطن فبالتالي بيستفيد منه بإذن الله سبحانه وتعالى إذن كانوا أجدادنا زمان لأنه كانوا بالقرى ما في مستشفى ولا سيارة إصعاب ولا طبيب أسنان موجود مداوم بالليل ولا بالقرى ولا مكان فكانوا إذا كان عندهم التهاب أو آلام شديدة بالأدراس ياخذوا درس الثوم يخرموا ويضعوا على باب الأذن ما يدفعوا للداخل فقط على باب الأذن ويتركوا فقط ربع ساعة لنصف ساعة تروح الألام بعون الله سبحانه وتعالى ناهيكم عن قطعة من الثوم نضحها تحت الأدراس ونسكر الفم طبعا ولا واحد فيكم راح يستحمل هذه الطريقة لأنه درس الثوم مجرد ما وضعته بالفم وتحت الأدراس وسكرت الفم الأنف راح يسيل ودموع راح تنزل فبالتالي إذن هو مفيد لقنوات الدمع ومفيد جدا للسيالان ومطهر للأم يا سلام وحتى للحلق وحتى مسكن للآلام وأيضا قاطع تناول الثوم قاطع للصداع اللي عندهم الصداع لأنه بوصل الدورة الدموية لسائر الجسم وحتى للرأس أيضا مفيد جدا لمرضى السكري ومنشط للرجال منشط للرجال الثوم غير أنه بيخفض الضغط غير أنه بيقاوم أمراض السكري وبيخفض السكري إذن فوائده حتى مقوي للرجال وضد الشيخوخة وضد الأمراض إذن بيعمل على تنظيم السكر بالدم إذن فوائده جدا عظيمة لو أخذنا الثوم درسين من الثوم مع اللبن حتى للي عندهم حب الشباب يا أخي أنت حطيت كريم على حب الشباب ووصفاتنا حب الشباب خارجيا على الجلد لكن حب الشباب هو من داخل الجسم بيطلع دهون وكلسترول والتهابات فبالتالي بحد من هذه المشاكل بعونا الله سبحانه وتعالى إذن بحد من مشاكل قدم السكري وأيضا إصابة الرياضيين والتهاب الضربات فبالتالي مفيد ما بالكم بفوائد زيت الثوم الفوائد العظيمة وإحنا ذكرنا أنه الثوم هو مضاد حيوي ضد البكتيريا الضارة في أبداننا والفيروسات وبقاوم الالتهابات الفطريات سبحان الله في هذه النعمة النعمة العظيمة الثوم بساعد على طرد الديدان مجرب مع اللبن أو مع الحليب إذن الربو الحد من مشاكل الربو كوب من الحليب نغلي هو يغلي نضع درسين من الثوم نستمر عليها 14 يوم وروح شوف كيف نظبت ريئتين وكيف حتى نفسك صار نفس مقبول وما يصير فيه عندك أخذ نفس بصعوبة فبالتالي سبحان اللي خلق الثوم سبحان اللي خلق هذه الصيدلية الربانية الطبيعية صيدلية الفقراء وعلاج الأغنية والآن صنعوا منه كابسول اسمه كابسول الثوم اللي يتناولوا اللي ما بدهم حدا يشم ريحة الثوم أيضا الثوم فوائد جدا عظيمة لأبداننا هذا الكنز العظيم إذن الثوم حتى كانوا يستخدموا أجدادنا للدغ الحشرات والنحل والدبور وغيره وغيراته هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى اللي ما بيحب أعطيكم هالشغلة البسيطة أنه الدمع ينزل لما يتناول الثوم أو يقطعه أو حتى البصل بإمكانه ياخذ راس البصل ويضعه بالثلاجة بالفريز بالمبرد وبيقشره وبيقطعه ولا مية نحطه تحت المية ونقطعه ولا شيء ما بتدمع ولا بتشم ريحة البصل نهائيا إذا منتخلص من رائحة الثوم نمضغ أوراق النعناع أو أوراق البقدونس أو قطعة من القرفة اللي هي الدارسيين أو نمضغ حب الهال أو حب هيل فبالتالي بتروح هذه المشكلة أو قشور التفاح أسأل الله سبحانه وتعالى أنه أعطيت القليل فقط من هذه الفوائد العظيمة اللي هي صيدلية موجودة في كل بيت إحنا بنبعد عنها الثوم ما بنصح فيه تناوله للمرأة المرضع لأنه بينزل طعمه مع الحليب فبالتالي بنفر الطفل أيضا طبيق عادي للمرأة الحامل ما مشكلة لكن يمنع تناوله مع اللي بيتناوله إسبرين ومميعات الدم لأنه هو مسيل للدم مسيل للدم اثنين بتعارضوا مع بعض ورحبهم ترجمة نانسي قنقر